السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم من جديد في قناة كيفية الزراعة وتجذير النباتات في المنزل إذا كنت تشوف هذا الفيديو لأول مرة أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد موضوع لهذا اليوم هو صنع مبيت فطري طبيعي لعلاج عفان النباتات وأيضا البياض الدقيقي والحشرات تصيب الفطريات النباتات وتكون على الشكل بقاء سوداء وبعدها تصبح صفراء تسبب في موت النباتات هذه الفطريات تصيب النبات وتتغذى على الورقة وينتشر الفطر ليعدي أزاء أخرى من النبات السليم منها يكون على شكل خطوط بيضاء ومنها يكون على شكل بقاء سوداء طريقة مكافحة هذا المرض الفطري فنستخدم أشياء طبيعية للتخلص من هذه الفطريات الرشعة على سطح الورقة دائما أفضل الأشياء الطبيعية لأنها تكون آمنة على النبات وكذلك على صحة الإنسان سواء كانت الأسمدة أو مبيدات الفطرية أو مبيدات ضد الحشرات فدائما أشياء طبيعية تكون أفضل رح نشوفكم بعض الخطوات لعدة أشياء طبيعية نستخدمها للقضاء على هذا المرض اللي يصيب النباتات ورح نتكلم على كل واحد من عدها بالتفصيل إن شاء الله أولا قدنا هنا الثوم ناخذ خمس فصوص ثوم ونقشرها ونقطعها أو نهرسها بهذا الشكل وست نقاط من صابون غسل الصحون ناخذ هذا الثوم المهروس اللي هرسنا ونضيفه نضيف هذا الثوم إلى لتر ماء مغلي وننقعها لمدة تقريبا خمس ساعات إلى أن نحصل على كل محتويات وفائدة الثوم اللي موجود أدنى هنا الثوم إلى فوائد عديدة جدا منها لإحتواءها على مضادات أكسيدة وكذلك رائحة القوية تبعد جميع الحشرات من هالعناكب وكذلك حشرة المن سبق وأن نزل الفيديو عن مبيد فطري مبيد للحشرات عفوا ضد حشرة المن نخلطه بهذا الشكل منزيد عن ست نقاط صابون سائل ونتركه لمدة تقريبا خمس إلى ست ساعات ونرجع له بعد ست ساعات من وضعنا الثوم ونقاط الصابون في الماء الساخن نتغير نور الماء بهذا الشكل الآن هناخده ونصفي نستخدم بخاخة أي بخاخة تكون موجودة عدتكم هنصفي هذا بمصفاة ونضعه داخل البخاخة هنضعه داخل بخاخة الآن هذا المحلول جاهز الرش بيه النباتات المصابة نكرر هاي العملية كل سبوعين مرة اثنين قدنا البيكنك سوداء اللي نستخدمها بالمعجنات أيضا تفيد في مكافحات نمو لعفان وخاصة البياض الدقيقي ناخد مقدار بالعقة صغيرة في لتر ماء ونضيف عليه سبع نقاط مصاب وغسل الصحون والرش بيه النبات المصاب أيضا مفعولة جدا جيد كذلك عدنا محلول البروكسايد أيضا محلول ممتاز جدا لمعالجة النباتات المصابة يستخدم في معالجة الفطريات أيضا ومعالجة جذور التالفة والجذور المصابة بالعفن الأسود وذلك بأخذ ملعقة أكل كبيرة في لتر ماء ويرش على الأوراق وعلى التربة حيعالج النبات بصورة ممتازة أيضا ناخذ المحلول والرشة على الأوراق بهذا الشكل نكرر هذه العملية كل سبعين مرة طبعا ملاحظة مهمة بإمكاننا استخدام الرش جزء من النبات ونتركه لثاني يوم ونشوف إذا ما تأثر النبات بالرش نكمل عملية الرش إنه ما ييذي النبات أبدا لأنه الثوم ما ييذي النباتات بالعكس حيفيده لأنه طبيعي ويحتوي على مضادات أكسدة ورائحة القوية تبعد كل الحشرات الموجودة على النبات هذا الشكل يسرني اشتراككم في قناتي الزراعية الثانية قناة أسرار عالم الزراعة إن شاء الله أضع لكم رابط القناة في أول تعليق وأثبته أتمنى شرفوني في زيارة القناة وتشتركوا فيها وتدعموها وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من فيديو هذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته